السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله يلقاكم هات الفيديو انتم مكتشاهدوا باحسن احوال يارب لما جيدكم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله هاد نحضر معاكم واحد الحلوه اللي غنيه عن تعريف حلوة رايبي يعني واحد وزقتين اللي كيجي رائع رائع جدا بنسبة البنات اللي كيخدمو الطالبيات فغادي ندفعهم هاد الحلوه هادي بزف زف فتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير اذا على بركتي الله غدي المدى معكم بالمقادر وطريقة التحضير في نفس الوقت واحد القصرية كينا نحن قبيصة ديال الملحة وعندي 250 جرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ انا استعملت لدة وعندي جوج كسين ديال العنبة ديال السكر سانيدة تكون ديك النوعية اللي رقيقة يلا كانت عندكم نوعية خشينة او لغليدة تقدروا تطحنوها شوية عندي واحد كيس من سكر اه ضاني شوفوا معي هنا هنا الزبدة القوام ديال هارها يعني يرتبها بزاف يعني قوام كريمي يعني كتخرجوها ضروري تخرجوها مثل لجا قبل صافي كان خدمها مزيان مع ديك سانيدة مزيان حتى كتبلي بحلشي بومات من بعد كنضيف جوج كيسين ديال الزيت باعبار ديال العنبة ويلا لاحظو هاد الحلوه هاديره ما فيهاش لبيض حلوه الاقتصادية وكتخرجو واحد الكمية اللي وفيرة وهنا مكون السحر يلي هو هاد رايبي هادا كيعطيها واحد الماضاق زوين بزاف كيعطيها واحد اللوين كنضيف واحد هوا كنخدمو يعني اي عنصور كنضيفو كنخدمو مزيان صافي انا كنضيف الطحين بالتدريج وضفت واحد صاشي ادي الخاميرات الحلويات وكان خدم يعني بتدريجيين كندخل دك الطحين بالتدريج العجينة ديالتي ضروري ما تكون رطبة ومنع جنوهاش يعني رغير كان خدموها غير برؤوس الاصابع وغد نقسمها الى ثلاث كويرات على هاد الشكل هادا وكان غطيها ضروري بالبلاستيك باش كتبقى محافظة على طراوه ديالتها وفي هاد الاثناء اللي بغا تضيف اي نكهات قدر تضيفها لهاد الاشكال هادو انا خليتهم كما هما يعني تقدرون انتم ما تضيفوا اي نكهات ثم ما كتفضلوا الشكل الاول درتو على شكل اصابع دوزتهم في ابيض البيض من بعد دوزتهم في كوكا ومهرمش انا خليت كوكاو يعني خليتهم بدك القشر ديالو يعني كوكاو بدك البلدي الصغير اه طحنتو وهو اختار بطبيعة الحال كان دوزهم في ابيض البيض من بعد كان نضيف كان ديرو في كوكاو مهرمش بالنسبة الشكل الثاني على شكل الكويرات دوزتهم في ابيض البيض وكان دوزتهم في كوكاو دائما تزين كيبقى لكم انتم ما اختياري على هاد شكل هادا كنحاول نتربل ذا كوكاو وكان دير واحد الحفرة في الواسط على هاد شكل هادا ومن بعد رغضي نزيد نبيين ذيك الحفرة كيف ما غشوفوا معايا في الفيديو ما تنسونيش اخواتي اخواني من ذاك اللايك للفيديو ولي ما مش شاركش عندي شارك مرحبا بي شاركوا وفعلوا زر الجرس يعني باش توصلوا بكل جديد ديالي سوفي كان استمر بنفس الطريقة هذه الحلوة هادي ركجي خاطير يا البنات القوام ديالها والموضق ديالها ولا ارواع وتقدروا تشكلوا بها اي شكل انتم ما كتفضلوا اي شكل انتم ما كيعجبكم تقدروا تديروا بهاد العجينة هادي لان فعلا كتجي زوينا وكتجي طايعا وكتعطينا كمياء اللي وفيرة سوفي كان استمر بهاد طريقة هادي كناخد هذه الجرارة ديال شباكية وكنحاول انتبت هذه الحفرة هادي كنحاول نوسعها إلا انتم ما بغيتو ديال الحفرة ديالتا باينة ونجي مختلفة في الشكل ديالها سوفي كان دوز باش نحضر الشكل الثالث على شكل كويرات كذلي كندوزهم في ابيض البيض بعد كندوزهم في الكوك كيجي الشكل تاواني كيجي رائع شكل دياله وناخد ملعقة خشبيات كن رقيقة على ديال الجرارة ديال الشباكية وكندير هكا حفار في الواسط ديالها على هاتشكل هادا كيجيون اشكالي سهلين وكيجيون زوينين في نفس الوقت ومهم شي صعوبات فانتمنىكم تجربوا هاد الحلوه هادي وتعجبكم حتى انتم ما كيف ما عجبتني انا وتخدموا بها في هكا الطالبيات ديالكم بالنسبة للبنات اللي كياخدوا هكا الطالبيات فهاديرها تصلح لكم فاجربوها وهنا مبعد ما سليتها تطولوا هادي رات تبارك اللي كاتت تعطيني كمية اللي وفيرة مازال لها طواخرة صفي هنا هندخل الفران يكون سخون ونقص العافية بطبيعة الحال هنا مبعد ما طابت لياه على هاتشكل هادا باقى ما حمرتاش من الوجه كناخد الكون في تياغ يعني المربا كناخدو كنزيد لي شوية ديال السكار وكنخليها تبخ فوق البوطاء يعني كيتبخ ويعود تحت كيوالي ليا بحل كيوالي هكا معلك وكن ناخد هاد الحلوة وهي سخونة وكنزينها هكا في ذيك الحفرة اللي درز وكنرجعها الفران تحمر من الفوق يعني باش داك المربا ديالي يتبت على الحلوة ومايبقاش يسيح وهاديك اللي في الوسط يعني ما درت ليهاش يعني حتى خرج لحلوة ديالتي حتى تحمرت من من الفوق عاد درت ليها نفس طريقة غير كنضيف الملوين اه هنا نضفت ليها ديك النكهة ديال فرانبوز وهذاك الخضر ضفت ملوين خضر يعني تقدروا تستغناء على هات الملوينات هادو تقدروا تديروا غير مربا بوحديتو ولكن انا بغيت نغير هكا في شكيلات دياله مجوني هكا مختلفين في شكيلات وإلى اللحظة راني ما حمرت لحلوة مزيان غير الذهبات في اللون ديالها ما كتخلي واش تحمر غير كتاخد داك اللون دهابي باش كتجيناك ازوينا في المنظر ديالها وهذا هو الشكل ديالها بعد ما اه سالت لي هات الزين ديالها كتجي عليها هاتشكل وكيجي داك المربا تابت مما كيسيح متحاجا غير طبخوه مزيان وتمل المربا كت اه الكمية ديالتو كتبقى على حسب الحلوة وهادي الطاوة الثانية عند فاحتها هي الفران لما كتشوفو وهنا هادوكو الاصابع لدتهم في كوكو كنزينهم هكا بخطوط دير الشوكولاتة البيضاء يعني كتبغا ندير ليهم الشوكولاتة السوداء وما لقيتاش عندي للاسف ودرت الشوكولاتة البيضاء يعني تزين خسياري هذا ما كان وهادي درت لي هكا تيا خطوط من الشوكولاتة البيضاء او للسوداء يعني انتو مك يبقى لكم الاختيار سوف يكن استمر بنفس الطريقة حتى كنكمل تزين ديالهم كاملات يمكن انت لقى معاكم بالشكل نهائي ديالهم ما تنسوش تبارتاجيو هذا الفيديو هذا مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة ولايك للفيديو جزاكم الله وكل خير ما تنسوش لي غير دك اللايك باش اليوتيوب تطرح لي الفيديو ديالي وتشاف الاكبر عدد من المشاهدين شوفوا معايا الشكل ديال هارك يجي رائع رائع جدا كنصحكم انكم تجربوا هاد الحلوه هادي اشكل بساط وكيوجدوه في وقت اللي قصير بزيف وكتجي شيشة في القوام ديالها نشوفوا معايا هاد الشكل هادا كيجي آنيق وراقي في نفس الوقت يعليها انا درديك الحفراء كبيرة ما بغيتاش نديرها صغير وراء بغيتاش تجيني هاك في منظر ديالها وهادي اللي زينتها هاك في الكوك وعلى فكرة هاد طابع راتخضرون انتم تديروا اي طابع عندكم في الدار ماشي بضرور هادا اللي درت انا تخضروا طبعها باي طابع كاجي احتيار رائع في الشكل ديالها وهذا هم الاشكال بثلاثة اللي شاركت معاكم اتمنى اه اعجبكم هاد الفيديو هادا وما تنخلوش عليا بلايكاتكم واشتراكاتكم وتعاليكم نحفز لي دائما وليك تشجعني ان انا نزيد نعطيكم المزيد من الوصفات السهلة او مبسطة وهذا هو القوام ديالالاشكال اللي شاركت معاكم نعجينا واحدة عبدون بيض كنتحصنوا على كمية وفيرة قوام دياله شيش اه اه او دقل ديد ولا ارواع من اعجبكم هاد الفيديو هادا وتجربوها وتعجبكم كيف معجبات الكلياني ديالتي حمقاتها هاد الحلوة هادي هاد الحلوة صارحة كانت طلبية ما عادرتهاش للدار لا أتمنح أنتم ما تجربوها وتنال إعجاب ديالكم وكان هادا هو الفيديو ديال اليوم كان نضرب لكم موعيد الوصفة الجيدة وفيديو قادم بحول الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة